أعرب المستشار الألماني ولاف شولز عن صدمته إزاء هجوم الطعن الذي وقع أمس في مدينة زولنجن بغرب البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية وضف المستشار عقب مكالمة هاتفية مع عمدة زولنجن منفذ الهجوم قتل عدة أشخاص وبحسب الشرطة قتل ثلاثة أشخاص ووصيب ثمانية آخرون في هجوم طعن مسأمس أثناء مهرجان بالمدينة فيما تواصل الشرطة الألمانية اليوم عمليات البحث عن شخص نفذ الهجوم